حكمت عدلت هامنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصرر نجما وذرا وجبال ولولا ثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق من أين تتكلم أو تتحدث عن هذه القصة؟ إن تكلمت عن عبادته ففيها العجب العجاب إن تكلمت عن علمه فالأمر يطنب فيه من يطنب إن تحدثت عن فراسته فهو عمر إن تكلمت عن أخذه بالحق وصدعه به فهو الفاروق إن تكلمت عن جهاده فهو البطل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سيره النبي في بعض السرايا قائدا عليها عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام شهد أول معركة كانت معركة بدر الكبرى وواجه من؟ بني عمومته كما واجه الصحابة أبناء عمهم أول معركة بينهم وبين بن العم فواجه عمر خالا له وقتله فهو مشرك يقاتل عن دينه قاتله عمر وقتله لم يصده أنه خاله قريبه بينه وبينه رحم ما صده ذلك على أن يقف أمامه ويواجهه وفيهم أنزل الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية هكذا كان عمر وقافا في دين الله جل وعلا صادعا بالحق قائما به من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عمر رضي الله عنه كان له رأي بعد بدر كما ذكرنا سابقا أن يقتل الأسرى جميعهم أقرباءه وغيرهم حتى يعلم الناس أن هذا الدين قوي وأنزل الله في القرآن آية توافق رأيه في معركة أحد خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل كانت الكرة في البداية للمسلمين ثم انقلبت عليهم وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قيادة المشركين بيد أبي سفيان الآن ما يعرفون الإشاعة أن محمدا قتل والصحابة الآن في جانب والمشركون في جانب آخر وقتل من الصحابة من قتل وجرح من جرح والمشركون الآن قد وقفوا ويتزعمهم أبو سفيان فنادى في أهل الإيمان وفيهم رسول الله مجروح وبعض الصحابة جرحة وأبو بكر وعمر وبعض أصحاب النبي جلوس فقال أبو سفيان أفيكم محمد؟ فقال رسول الله لا تجيبه فقال أبو سفيان قبل إسلامه أفيكم أبو بكر؟ قال النبي لا تجيبه فتجاوز إلى الثالث قال أفيكم عمر ابن الخطاب؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أبو سفيان بما أن هؤلاء قد قتلوا خلاص يعني نحن انتصرنا بما أن محمد وابن أبي قحافة وعمر قد قتلوا قال لو كانوا أحياء لأجابوا فرد عمر بكل قوة طبعا أبو سفيان ما سأل عن الثلاثة إلا أنه يعرف قدرهم في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر هؤلاء هم الأوائل في هذه الأمة فقال عمر بعد أن ظن أبو سفيان أنهم قد قتلوا قال يا عدو الله قد أبقى الله ما يخزيك قد أبقى الله ما يخزيك رسول الله بيننا حي وأبو بكر وأنا فقال أبو جهل بعد أن صدم قال اعل هبل اعل هبل فقال النبي لأصحابه ألا تجيبوه قال ما نقول يا رسول الله قال الله أعلى وأجل فقال الصحابة الله أعلى وأجل أبو سفيان يقول أعل هبل والصحابة يردون الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي يقول له اللهم أولانا ولا مؤلاء لكم فقال الصحابة اللهم أولانا ولا مؤلاء لكم فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر يعني انتصرتم في يوم بدر وقتلنا فيكم من قتلنا في يوم أحد فرد عمر بن الخطاب شوفوا الجريع عمر والقوي عمر قال لا سواء لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قتلانا الذين قتلوا اليوم في جنة عرضها السماوات والأرض أما قتلاكم ففي النار هكذا كان عمر صوت الإسلام الذي يدوي كان البطل في المعركة كان الذي يرفع السيف كان الشجاع كان الذي يحتمي الناس وراءه إنه عمر ذلك البطل الذي شهد المشاهد كلها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ما داها ما جامل أحدا عمر رضي الله عنه في غزوة الخندق كان يحرس المسلمين وظل في مناوشات السهام والرمي بالنبال حتى قبيل غروب الشمس أدرك صلاة العصر رضي الله عنه وأرضاه بل أكثر الصحابة قد غابت الشمس ولم يدركوا صلاة العصر عمر رضي الله عنه في غزوة قبل فتح مكة بعد الحديبية علمت قريش أن رسول الله قد خلاص انتهى العهد لأنهم نقضوا العهد الذي أبرموه مع رسول الله في الحديبية فخافت قريش أن يغزوهم رسول الله فأرسلت من أبا سفيان قبل إسلامه أرسلت أبا سفيان إلى مكة يعني يهدئ الجو حتى لا يأتي النبي مع أصحابه لأنهم علموا أن النبي الآن خلاص وصل إلى قوة لا يستطيعون أن يواجهه بها فأرسلوا أبا سفيان يفاوض النبي أن يطيل في العهد الذي بينه وبينه فذهب أبا سفيان إلى ابنته أم حبيبة فاستقبلته لكنها لم تشفع له فذهب إلى أبي بكر ليشفع له عند رسول الله فما رضي أبو بكر فذهب إلى من ذهب إلى عمر علم أنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى عمر قال يا عمر شفع لنا عند محمد قال ماذا تقول أنا يعني عمر الذي كان يبحث عن قتال أهل مكة منذ قبل الهجر أصلا قبل الهجر وهو ينتظر قتالهم تريدوني الآن أن أشفع لكم قال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به تريدوني أن أشفع لك عند رسول الله يعني ماذا تقول هذا عمر عمر الذي أصلا ما تعلم الفروسية قبل الإسلام إلا شجاعة وقوة تريده الآن بعد الإسلام يشفع لك عند رسول الله ألا يقاتل الكفار هذا عمر في صلح الحديبية لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ببنود صلح الحديبية التي في ظاهرها الإجحاف لكن ما علم الصحابة أن مآلها نصر وعزة للإسلام عمر جاء لرسول الله قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال نعم قال ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم قال أليس بالمشركين؟ قال نعم قال إذن لمن أرضى بالدنية من ديننا؟ نحن شلون نقبل بأقل من حقنا نحن مسلمون عزنا الله بالإسلام تربى على هذا الأمر عمر طوال حياته قال لا يداهن في الدين رسول الله ما داهن لكن علم شيئا ما علمه الصحابة وهو أعلم الناس بربه وأنزل الله له وحيا يمشي على الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن خفي الأمر على عمر فظن أن في الأمر دنيح وهوان على المسلمين فما رضي قال كيف نرضى بالدنية من ديننا؟ إنه عمر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في حنين لما تراجع أغلب الناس الألوف تراجعوا بقي النبي معه أبو بكر وعمر والفضل وعلي وبعض آل بيته عمر صمد في كل المواقف وكان هو البطل حقا إنه الرجل في كل المواقف تدمع عينه من آية ويرحم طفلا صغيرا ويرفع السيف على المشركين إنه الفاروق فما أجمل قصة الفاروق نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة المقبلة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة